أهلا وسهلا بكم مشاهدينا حلقة جديدة من برنامج بالبونت العارين فيها نحلل أبرز ما جاءت بالصحفة الصادرة لهذا اليوم نبدأ مشاهدينا مباشرة بعناوين الصحفة الصادرة لهذا اليوم جاءت على وكالة السودان للأنباء توقيع مصفوفة لتأهيل وتطوير هيئة الموانئ البحرية وعلى صدر صحيفة السودان الميرغني يطرح مبادرة للحل الشامل ويؤكد عودته للبلاد قريبا على وكالات الأنباء أيضا عنوان بالمقاومة تعلن جدوى تصعيد الأسبوع ومليونية مدن السودان تنطفذ أما على صحيفة اليوم التالي تجمع المهنيين يستنكر حوادث النهب أثناء المظاهرات من قوات النظامية على صحيفة الانتباهة زيادات جديدة على أسعار البنزين والجازلين أما على الأخبار الرياضية والهلال يسقط أمام ستنداونز بربعية مقابل هدفين في دور الأبطال أيضا علوان آخر المريخ يقيل لكلاريك ويكلف إبراهما أهلا بكم مجددا وسننتقل مشاهدين إلى الفقرة التالية عاقب هذا الفاصل مشاهدين فوق مانا أهلا بكم مجددا وإلى الفقرة التحليلية وينضم إلي في الاستوديو الصحفي والمحلل السياسي يا الأستاذ محمد عبدالقادر أهلا وسهلا بك مرحبا صيف مرحب بك ومرحبا بمشاهدين قناة البلد أهلا بك كالعادة نبدأ أسئلتنا بما الذي يحدث في السودان الآن ما الجديد في الشارع السوداني ويعني ما هي تطورات الأوضاع أيضا في السودان والله للأسف الشديد ليس هناك جديد ليس يذكر الأوضاع كما هي بل أنا أعتقد أنها هي ازدادة سوءا وتأزما نعم تزداد سوءا أسبوعا بعد أسبوع تزداد تعقيدا طبعا يوما بعد يوم مش أسبوع بعد أسبوع نعم يا صيف وواضح أنه الآن الوضع يصل مرحلة من الاحتقان يعني في ظل غياب الحكمة وفي ظل غياب الوعي وفي ظل غياب الغياد الرشيدة كذلك الأوضاع الاقتصادية طبعا هي أول من يتأثر بهذه الاحتقانات السياسية نعم تل فهولتات الأمنية موجودة مستمرة ومتواصلة نعم وأنا أعتقد أنه ليس هناك أي بسيط أمر يعني أستاذ محمد عبدالقادير أليس هناك حلول أسوأ مرحلة يمكن أن يتخيلها النازل يعني حتى أكثر المتشائمين لم يكن يتخيل أنه يمكن أن يزداد سعر جال من البنزيل ليصل إلى تجاوز 3 ألف جميع نعم بزيادة ثلاثة زيادات في أسبوع واحد صحيح في مشكلة السعر أستاذ محمد عبدالقادر يعني على نفس السعر الدولي تم تحرير البنزيل نعتقد أنه السياسة التحير خطأ نعم من البداية نعتقد أنه خروج الحكومة من الدعم المباشر كان خطأا كبيرا هو يمكن أن يكون علاج فيه اقتصاديات أفضل من التي يعيشها الشعب السوداني نعم الشعب السوداني كل ما فيه الآن قابل للكسر ليس هناك أي غدرة الآن حتى بالنسبة للمستطيعين نعم أنك إنت تستعين ببنزين بعشرة ألف عشان تمشي الشغل وتيراجع أو عشان تقضبه أي مهمة من المهام المهام طبعا زادت المواصلات وزادت أزعار العمالة وزادت كل شيء الزيادة على الوغوزة والترحيل زادت أزعار السلع ينعكس على السلع أي بصورة كبيرة جدا غير الزيادات الموجودة أساسا موجودة في الأدبان وفي الزيوت ربنا يكون فيه عن الشعب السوداني لكن هذه الزيادات لا تطاق ليس الموضوع أي أحد الآن أن يعيش في السودان بتوالي الزيادات والارتفاع المستمر في الأزعار مفارعة كبيرة جدا صيف بين الدخول وبين المنصرف الدخل والأسف الشديد نعم دخل الفرد والمنصرف بشكل كبير جدا واضح جدا إنها بدأت جزء كبير جدا من التفلات الأمنية نفتكر إنها مرتبطة بالحالة الاقتصادية الوصف السياسي مفتغي ما في جديد لكل المبادرات محل لكسر المواجهة في الشوارع ما زالت مستمرها التدريس مستمرها، المواكب مستمرها، الدماء، التراق ليس هناك أي بصيص أمل حتى الآن دعنا أستاذ محمد عبدالقادر نبدأ بعناوين أيضا الصحف الصادرة لهذا اليوم نبدأ بوكالة السودان للأنباء وتوقيع مصفوفة تأهيل وتطوير هيئة الموانئ البحرية حيث أكد نائب رئيس مدس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو أن زيارته لولاية البحر الأحمر والتي استغلقت خمسة أيام كانت ناجحة ومثمرة وقف خلالها على كل مواطن القصور بموانئ البحر الأحمر وقال سيادتهم في تصريحات صحفية أمس بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر أنه تم وضع مصفوفة لمعالجة أوجه القصور والعقبات بالموانئ البحرية وأن المصفوفة سيضع لها ثقفا زمني وتحديد المهام والمسؤوليات والجهة المنفذة أستاذ محمد عبد القادر زيارة نائب رئيس مدس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو لولاية البحر الأحمر هي استغلقت خمسة أيام وصفت بأنها كانت ناجحة ومثمرة ما رأيك في هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات لنائب رئيس مدس السيادة الانتقالي؟ أنا أعتقد أنها هي زيارة مهمة وجاد في توقيت مهم ويمكن لامست كثير جدا من الموضوعات والعضايا وزارت عدد من المواقع الحيوية والمواقع المهمة ومن بين الموانئ البحرية وأن هيئة الموانئ البحرية تعرضت لكثير جدا من الإنهاك جراء التسييس جراء عظم وضوح الرؤية في علاقة ما بين المركز والولاية وضعف أداء حيات الموانئ البحرية تأثرت كذلك بالوضع الاقتصادي الموجود لأن السياسات المالية والسياسات الاقتصادية أثرت تأثير كبير جدا على حركة الصادر وحركة الوارد وعلى الأزعار وأوجدت بيئة محتغنة وفيها قدر كبير جدا من التشوه داخل حيات الموانئ البحرية ولذلك أنا أفتكر أن تطوير الموانئ مهم جدا في هذا التوقيت لأن أزمتنا يا صيف العبور أزمة مواعين تستوعب حركة الصادر وحركة الوارد ودي مزال أنا أعتقد أنها مهمة جدا في هذا التوقيت طالما أنه في احتمادات لها في متابعة لهذه المصوفة ولكن مثل هذا الخبر نتعرض أنه كثيرا لأسف الشديد ما تكون في نتائج عملية وملموسة من هذه المصوفات ولكن دعني أقول أنه بالسودان طبعا منطقة نفتكر أنها هي ثغر السودان والميناء والمنفذ البحري المهم جدا بالنسبة للسودان هذه الزيارة نفتكر أنها هي يعني منحت هذه المدينة حقها من الاهتمام وكان فيها جوانب متعلقة بالمعامل الطبية متعلقة بالمياه كذلك تصريحات كان برضو عن المياه في برسودان وطبعا التصريحات مستهلكة يعني نتمنى أن يكون فيه إرادة حقيقية لحلحلة المشكلات الموجودة في البحر الأحمر ويكون فيه اهتمام مضاعف من قبل المركز بالبحر الأحمر نعم هل ممكن ربط زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق أول محمد حمدان داقلو لروسيا قبل أيام بزيارة أيضا ولاية البحر الأحمر الآن أنا أعتقد أنه واحدة من أهم الأجندة التي بحثتها يعني زيارة الفريق محمد حمدان داقلو حمدتي في روسيا مزاعة الموانئ نعم وروسيا نعتقد أنها تعول كثيرا على وجودها في البحر الأحمر وعلى المنافذ البحرية الموجودة في تلك المنطقة ويمكن أن كان في تفاهمات عديدة في هذا الجانب والبحر الأحمر لم يزال هي منطقة التسابق حقيقية بين الروسيا من جهة والغرب والجوات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى والصين من جهة ولذلك هذه الزيارة ربما كان لديها ارتباط وثيق بنتائج زيارة الدقل إلى روسيا في ظل الجدل الدائر طبعا حول جندة هذه الزيارة فيما يلي مسألة التركيز الروسي على ميناب السودان وعلى سواحل البحر الأمر نعم أيضا فوائد هذه المصفوفة لتطوير هيئة الموانئ البحرية كيف يعني ممكن أن نجني فوائد من تطوير وأيضا مصفوفة تطوير هيئة الموانئ البحرية من وجهة نظرك؟ طبعا نفتكر أنه المزولة يرتبطة كذلك بالسياسات الاقتصادية والسياسات المالية لأنه أنت هيئة البينة وهيئة الموانئ وأحدثت فيها تطور كبير لكن برضو لا بد أن يكون أو أتمنى أن تضمن هذه المصفوفة نعم بنت يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية بحيث يكون في ضمان لأن يستفيد السودان من هذه المواعين التي تم تهيئته لإحداث نقلة مهمة في حركة الصادر أو الوارد ولكن من المهم جدا أنا أعتقد أنه من علامات الدول المتقدمة أن يكون عندها صادر وارد ويكون عندها منافس لأننا منفذ بحري مهم جدا وهذا المينة أنا أعتقد أنه بيسهم إسهام حقيقي في الميزانية العامة ولكن أنا أفتكر أنه في الفترة الأخيرة يعني ضعف إسهام هيئة الموانئ ودمزل والطبطة بالأوضاع داخل هيئة الموانئ التسيس الذي حدث السياسات المالية وتصلي تأثر على حركة الصادر والوارد ولم تكن الإغلاق الذي تم كذلك لطريق أبوالسودان في وقت سابق دي كل عوامل أسرت وأنا أفتكر أنه انتعاش التجارة الخارجية فيما يلي حركة الصادر والوارد ومرتبط الارتباط حظير وارتباط وصيق بتهيئة المواعين البحرية خاصة في الموانئ وميناء أبوالسودان يحتاج إلى الكثير الكثير في ظل تعقيدات وظروف وملابسات معلومة في تاريخ هذا الميناء برضو كان في القيادة الميناء كان فيها تنازع المدرى اللي بيمروا على الميناء لم يكن يجدوا الوقت الكافي للتطور للعمل في ظل التجازبات والتراشوات السياسية وهيئة المواعين البحرية نحتاج لناها تأثر التأثر كبير جدا بالوضع السياسي خلال الفترة الماضية ولذلك هذا انتباه مهم والتفات مهم ولكن من الضروري جدا كذلك التعامل مع السياسات الاقتصادية والسياسات المالية التي يمكن أن تضمن كفاءة عمل هذا الميناء حتى بعد تأهيله لأن الحكاية أنا أعتقد أنها ليس تطوير توسعة ممانين لكن بردو في كثير جدا من السياسات المالية والاقتصادية المتعلقة بحركة الصادر والوهد لا بد من أن تخضع كذلك للمراجعة ضمن هذه المصروفة نعم أيضا دعنا ننتقل أيضا إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة السوداني والمرغني يطرح مبادرة للحل الشامل ويؤكد عودته للبلاد قريبا حيث أعلن رئيس الحزب الاتحادية الديمقراطية الأصلة محمد عطمان المنغني عن قرب عودته إلى البلاد هذا هو أطلق المنغني في خطاب للسودانيين مبادرة وطنية وحوارا سودانيا وسودانيا دون إقصاء لجهة أو تنكيل لآخر حتى تتحقق قيم تورة ديسمبر المجيدة هذا هو قال المنغني في خطاب للسودانيين أن المبادرة ستطلق مع بعض القوى السياسية والمخلصين أو المخلصين من أبناء الشعب وتجمع القواسم المشتركة لكافة المبادرات المطروحة هذا هو ودع القوى السياسية كافة للوقوف خلفها وناشد المنغني رئيس مدلس السيادة عبدالفتاح البورهان وكافة مكونات الشعب لحوار سوداني سوداني جامع دون إقصاء لجهة أو تنكيل لآخر حتى تتحقق قيم تورة ديسمبر المجيدة مع التمييز الإيجابي لعنصري الشباب والمرأة في هذا الخبر أستاذ محمد عبدالقادر المرغني يطرح مبادرة للحل الشامل ويؤكد عودته للبلاد قريبا دعنا نقف على هذه المبادرات لحل الأزمة السياسية في السودان لماذا لم تنجح كثير من المبادرات في حل الأزمة السياسية لأنه لا يوجد إرادة سياسية لا يوجد إرادة سياسية بعد الأطراف الموجودين في الملعب السياسي أطراف متنافرة وهي كل طرف مجدود لمحور ومجدود لأيدولوجية ومجدود لجهة أنا أعتقد أنه لا يوجد إرادة سودانية خالصة الآن للتعامل مع الوضع بما يلزق من نزعة وطنية تضع الأمور في نصابه كل الأطراف أنا أعتقد أنها الآن لا تتحقلها الإرادة المطلوبة لفرض الواقع الذي تريد الواقع الذي يفرض الحل السوداني هناك يمكن تدخل كبير جدا لمخابرات تقليمية ومخابرات دولية في الشأن السوداني هناك حالة إملاء بالتمع على أطراف مؤسرة في المشهد السياسي للأسف الشريط نحن بيقول الكلام هذا وهذه المزاعة أنا أعتقد أنها أقعدت كثيرا بجهود الحل السوداني لأنه إذا لم تكن تمتلك إرادة نحن أعتقد أنك أن تكون قادرا على أن تصنع حلا مستغلا حلا وطنيا مستغلا منذ ذلك ارتباط الحلول استراد الحلول ارتباط الأطراف المؤسرة في الملعب بالجهات الخارجية نحن نعتقد أنه يبطأ كبير جدا بكل جهود الحل السياسي والحل السلمي الجهود الوطنية حتى الجهود التي غاملت بها لون المتحدة نفكر أنه الآن هي برضو مهددة إن لم تكن قد تجاوزها الزمن مبادرة بولكر وللأسف الشديد لا أعتقد أنه هذه الجهود مرضت أكثر من استهلاكه في فضاء الخطاب السياسي لكنها عمليا لم تنجز أي جديد في الواقع للأسف الشديد نعم أيضا هذه المبادرة الآن من رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي محمد عثمان المرغني كيف تقرأ هذه المبادرة طبعا الظهور المرغني في حديثات وخبر لأن المرغني طبعا من شوف تطولنا طبعا وظل يسجل غيابا كبيرا خاصة في الإطلالات المباشرة نعم نحن اطمأننا طبعا على صحته أولا كانت كلام كثير جدا عن حول هذه المسألة ونتمنى أن ربا يديه الصحة أول عافية الحزب الاتحاد الديمقراطي حزب كبير جدا أفتكر أنه متأخر كثيرا حال الفترات الماضية ولم يكن في مستوى المطلوب أو المأمول منه كحزب وسطي الحزب فيه قيادات مؤسرة حزب بيمثل الشخصية السودانية من جوانب عديدة وكنا نعاول كثيرا عن حزب الاتحاد الديمقراطي لكن الحزب الاتحاد الديمقراطي للأسف هو أيضا يحتاج إلى مبادرات للمشم لأن الاتحاديين كذلك أو الاتحاديون الآن موزعون على ولا آتوا على الأفتات عديدة ويمكن هذا التشظي يمكن أقعد كثيرا بإسهام الحزب في الواقع السياسي الرواهن وجعل من الحزب يعني حزبا خاملا خلال الفترة الماضية إن صح لي أن أقول رغم أن الحزب يمتلك كل أدوات الحل نظرا لتاريخه نظرا لقواعده الكثيرة الكثيفة نظرا لوسطيته نظرا لكثير من الحسيات التي كان من المؤمن أن تضع الحزب الاتحاد في وضع أفضل ما هو عليه الآن الحديث عن مبادرة طبعا لم يتم الإفسار حتى الآن عن مبادرة ببنودة ولكن واضح جدا حزب الاتحاد المراطي كان لديه مواقف إجابية من المبادرات المطروحة خلال الفترة الماضية نعم وكان حريصا على سودنة الحلول كذلك ولكن هذه المزلة نعم دون التعبير لم تقل ورقة لم تقل ورقة حتى الآن في ورقة في ورقة مبادرات لم نسمع حتى الآن أن هناك اتصالات بغولة الحزب مع الأطراف السياسية نعم خاصة بعد الأزمة الحالية التي استحكمت الآن ولكن دعنا نتفائل أنه في جهد السوداني في الطريق أعلن عنه السيد محمد عثمان المرغاني برمزيته التاريخية وبحزبه الكبير وبلافتته المعروفة وفي ظل هذا التشغل نعتقد أن السودان يحتاج إلى كل الجهود المخلصة كل الجهود المخلصة لما تكون من شخصيات مؤسرة زي السيد محمد عثمان المرغاني ولكن دعنا أقول يا أصف أنه ليست متفائلا يعني تفضل هذه المبادرات المنفردة إلى حلول لا بد أن تجميع كل المبادرات في تشكيل جبهة وطنية عريضة طرابة لأنه في النهاية الإجماع لا يتحقق يعني لن يتحقق الإجماع في ظل الاستقطاب والاستقطاب الحاد وأنا أعتقد أنه ليس مطلوبا أن يكون هناك إجماع على ما ينبغى أن تكون على الله في السنان منهم أن يكون في توافق من قبل جبهة وطنية عريضة تستطيع أن يتحدد الخطوط العريضة لحلول أو لمبادرة يمكن أن يعني يمضي خلفها السودانيون والسودانيون الآن يحتاجون بالفعل لمبادرة واحد جهودهم في سبيل سعيهم الحل للحل السياسي الحل السياسي الشامل للحل الوفاقي لوقف الاحتقانات لوقف الدماء للتوافق بين المدنيين والعسكر لاستدراك ما يمكن أو لإدراك ما يمكن إدراكه الآن الوطن يتشزى والوطن يضيق ولكن لا أحد يلقي بالا للخطورة والخطورة السيناريوهات التي سيويها السلام مستقبلاً أو في الوقت الغريب نعتقد أنه لم يعد هناك وقت كافي للتلاعب بالألفاظ وإطلاق الوعود والإشارات السياسية السائلة المطلوب فعل حقيقي هذا الخبر كان ينبغى أن يكون مشفوعاً ماذا فعل السيد محمد عثمان المرغني حتى تنجح هذه المبادرة وما هي الخطوط العريضة للمبادرة وما هي تفاصيل هذه المبادرة عميماً منتظر ولكن نعتقد أنه ليس هناك وقت نعم في اعتقادك ما هي فرص نجاح هذه المبادرة الحزب الاتحاد الديمقراطي حزب مؤثر والسيد محمد عثمان المرغني زعيم كبير ليس في ذلك شك وده حزب عنده قواعده ولكن أفتكر أن في ظل التقاطعات السياسية الحاصلة الآن الجهود الحزبية المفردة لا أعتقد أنها ممكن تحدث اختراق لا بد أن يكون فيه إجماع على حل السياسي السوداني سلمي هذا الحل يتوافر عبر تشكيل جبحة وطنية عريضة لأنه دائماً الحلول الحزبية يعني حلول الحزب الواحد دائماً ما تصطدم بالأجندات تصطدم بالتغاطعات تتسجم بالانتماءات تصطدم بالغيرة السياسية الموجودة على الساحة نعم ولذلك أنا أفتكر أنه لا بد من خلق حالة من التوافق من مكونات القوى السياسية الموجودة الحزب الاتحادي يلزم وكذلك ينظم صفوف من الداخل كان يريد أن يحدث نتائج تحقق الاختراق المتلوب نعم أيضاً أستاذ محمد عبدالقادر سننتقل أيضاً إلى عنوان آخر على وكالات الأنباء والمقاومة تعلن جدول تصيد الأسبوع ومليونية مدن السودان تنطفض حيث أكدت تنسيقيات لجاني مقاومة الخرطوم رفضها للسياسات الإفقار الاقتصادي التي تنتهجها السلطات والتي نعاكست في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات الأساسية ووضعت غالبية الشعب السوداني تحقق وخط الفقر وقطعت اللجان باستمرار الثورة والمقاومة حتى تستكمل ما بدأته في ديسمبر المجيدة سعيا لوطن يوفر الحياة الكريمة لبناته وأبنائه مجددة التزامها بالسلمية هذا وأضفت في بيانها سلاحنا الأكثر قوة في وجه آلة القمع والاغتصاب والقتل وأعلنت التنسيقيات جدول عمل الأسبوع أمس السابت وقفات احتجاجية ومخاطبات في الأسواق عن الإضراب والعصيان الأحد عشرين مارس مواكب دعائية داخل الأحياء الاثنين الواحد والعشرين بمارس ومليونية لا مركزية في المدن لاسترداد كرامة المعلمين الثلاثاء الثاني والعشرين من مارس وتتريس كامل خلاص ضاقت من الساعة السادسة صباحا إلى الخامسة مساء الأربعة الثالثة والعشرين من مارس ومواكب دعائية وسمرار التتريس من ست صباحا إلى الخامسة مساء يوم الخامسة الرابع والعشرين من مارس ومليونية الرابع والعشرين مدن السودان تنتفض إذن مشاهدينا أيضا سننتقل إلى فاصل ثم نعود ونواصل حديثنا أهلا بكم مجددا وتحليل عنوان المقاومة تعلن جدوى تصايد الأسبوع ومليونية مدن السودان تنتفض أستاذ محمد عبدالقادر كما قرأنا في هذا الخبر أن هناك تصايد أيضا مليونية في السودان ومواصلة للمليونيات والمظاهرات في السودان ما رأيك في هذا الخبر؟ كيف تقرأ هذا الخبر؟ وعند استمرار لحالة الاحتغان السياسي وحالة انسداد الأفق تعبير جالي جدا عن أن الوافق ما زال منسدا وأنه هو تتسع يوم بعد يوم بعد بين الحاكمين وباقية المكونات المدنية كلهم كانوا شركاء قبل ستة أشهر في الحكم ولكن طبعا لفت انتباهي أن هناك ذكرى وحديث للأوضاع المعيشية نعم الاقتصادية نعم الوضاع الاقتصادية نعم أعتقد أنه مع شركية يعني أنه يكون فيه انتباه من قبل المتظاهرين ومن قبل الذين يقولون المواكب إلى أهمية أن يكون هناك ضغط على الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية نعم 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 يعني ستتغير في المظاهرات لهجة المظاهرات ستتغير يعني أنا أفتكر أنه إذا كان جزء من هذه المواكب خصوص للكهربا مثلا كان يمكن أن تسفل هذه المزولة عن نتيجة وعن جديد نعم ارتفاع كبير جدا نصد محمد عبدالقادر فوق طاقة المواطنين بشكل كبير جدا في الكهرباء في البنزين في السلعة الغذائية فوق الاحتمال يعني نعم يعني في المتوسط بالنسبة لأسرة بسيطة نعم الكهرباء أنت بتحتاج لخمسين ألف إذا ما عندك أي مكيفات ولا نعم ما عندك استهلاق عالي نعم الكهرباء في ناس بيكونوا محتاجين لـ 150 ألف في الشهر الكهرباء لما ضيف على 6 ألف بتاعت الوقود جالهم ماشي وجالهم جاي دي 180 ألف دي غرابة 250 مليون للكهرباء والوقود ما مرتب المواطن السوداني؟ المرتب هل يمكن يكفيه خبص رغيفة بخمسين جنيه الآن يعني أنت محتاج لك في المسلسط عشر رغيفة 30 ألف جنيه نعم الحليب العلاج نعم عندي مثلا افتكار الوضع ينظر بكارثة كارثة كبيرة جدا المؤثر فيها صيف العبور أن هؤلاء الحكام ما عندهم إحساس يعني الذين يحكمون السودان الآن ليس لديهم أدنى إحساس بما يهاجيهم المواطن من مشكلات ومن أزمات ودي أس الأزمة إنك أنت بتتعامل مع الاقتصاد بلا وازع بلا وعي بالمخاطر المحدقة بالمواطن والتحديات المحيطة به دخله صرفه اهتزاماته الفواتير الأطفال الحليب الدواء الكهرباء الوقود يعني أنا أعتقد أنه في أزمة كبيرة جدا في إحساس الذين يديرون أمر الاقتصاد في البلاد أو الذين يديرون أمر الاقتصاد في البلاد بالمواطن لأنه أنت ما ممكن تزيد الوقود ثلاثة مرات في الأسبوع مهما كانت الأسباب يعني وأنا ما عارف أنه يعني ماذا جنينا من 25 أكتوبر نعم أنا أعتقد أن هذه سياسة منتهجة أستاذ أنا شايف أنه 25 أكتوبر نعم كانت ثورة أو كان يعني كان تصحيح حسب ما أدلا بيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان نعم لأخطاق اكتف البرهان بتغيير الأشخاص ولكنه لم يغير السياسات نعم السياسة الاقتصادية الموجودة سياسة والحرية والتغيير والحرية والتغيير التي يمكن نعتقد أنها هي بتمارس الآن انتهازية كبيرة جداً في الحديث عن الضغطات المعيشية والضغطات الحياتية هي التي أعلنت ونفذت وطبقت في يونيو 2020 سياسة ترفع الدعم عن الوقود ومن ديكو عيك يا صيف العبور ولذلك أنا شايف أنه يعني نعتقد أنه الوضع الآن في حالة عدم إحساس بالنواطن في مسؤولين قاعدين في أضراج عاجية هم ما قاعد يقفوا في الطرنبات كبوبنزين ما قاعد يشتروا وغود ما قاعد يشتروا حليب ما قاعد يعالج في مستشفيات الميري ما قاعد يواجه الصعوبات اللي يواجهها المواطن والمواطن أنا أعتقد أنه ما في مواطن يعني ما في موظف الآن بيأخذ مئة ألف جنيه أنت من وين يمكن أن تسد هذه الفجوة ومن أين لك أن تسد هذا الفراغ ومن أين لك أن تواجه الفواتير والمتطلبات اليومية أنا في تقدير أنه هناك فشل كبير جدا في برمامج الحكومة الاقتصادي وهناك ضحف بائن في إحساس الحكومة بالمواطن ونعتقد أنه الذين فكروا الآن أن الوضع سينصلح بعد 25 أكتوبر مثل ما كتبت اليوم كانوا كمن يستجيل من الرمضاء بالنهري نعم أيضا أستاذ محمد عبدالقادر دعنا أيضا ننتقل إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة اليوم التالي وتجمع المهليين يستنكر حوادث النهدي أثناء المظاهرات من قوات نظامية حيث قال تجمع المهنيين أن الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن في المظاهرات مهددة للأمن والسلم الاجتماعي أعلن أنه رصد حالات نهب وتعدل على ممتلكات المواطنين بواسطة قوات أمنية وقال بيان أصدره للتجمع أنه تابع القمع المفرد الذي تعرضت له مواكب مليونية السابع عشر من مارس في مدن السودان والاعتداءات المتفرقة التي قامت بها السلطات في مدن الهيال والدمازين وعبر المدني هذا وكشف عن إصابة عشرات المتظاهرين السلميين بالرصاص والقنابل الصوتية والمقذوفات المتناثرة وعبوات الغاز المسيلا للدموع في شارع القصرة هذا وأضاف رصدنا حالات النهب والسلب والتعدي على ممتلكات المواطنين من قبل نظاميين في أكثر من منطقة بالخرطوم أستاذ محمد عبدالقادر كان هذا بيان تجمع المهنيين السودانيين تحدثوا عن أعمال النهب والسلب التي تعالضت لها المظاهرات من قوات نظامية ما رأيك في هذا الخبر أستاذ والله طبعا يعني فيه اتهام للقوات الأمنية إنها مارسة النهب في المظاهرات وطبعا أنت لا يمكن أن تضلغ القول يعني هكذا يعني دون دليل يعني مش دون يعني ما تضع كل القوات الأمنية في سلة واحدة نعم يفرض أن يكون في تحديد في مجموعة مشتركة من القوات يفرض أن يكون في طبعيض أنا ما أفتكر أنك فيه استراتيجية فيه استراتيجية أمنية لنهب المواطنين وإلا لما تكون قوات أمن لما تكون قوات أمن لذي تكون قوات تزعة طويلة نعم بتكون نيجروس كده لكن قوات الأمن ما كلها تنهب فينبغي أنه يكون في تحديد للجهات التي قامت بمثل هذه الأعمال هناك أيضا فيديوهات على وسائل الطاقة أي طبعا نحن لا نستطيع أن نبرل الجهات الأمنية وكذلك نستطيع أن ندينها جملة منا هي مارسة أعمال نهب وكأن هناك سيناريو أو هناك استراتيجية لنهب المتظاهرين ولكن من المؤكد أن نتابعنا فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي في حالات نهب حدثت ينبغي أن هذه الجهات تتولى أو الجهات المختصة وأنا بأن الشرطة في هذا الناي تتولى مسألة التحقيق عن هذه الممارسات وأن تجمع المهنيين لا بد أن يرصد بشكل دقيق هذه الانتهاكات والجهات التي غامت بها طالما أن هناك رص وأن يتقدم للجهات المعنية بالأدلة والبراهين التي تعين على محاسبة وعلى إحكام السيطرة على المتفلتين والمتورطين من نحوات الأمنية ولا تطور خطير جدا طبعا إذا كان رجل الأمن أو إذا طلع رجل الأمن لمهمة النهب أو صار نحابا فنعتقد أن هذه بداية انفراط العقد الأمني لذلك نعتقد أن حتى لا تكون هذه الاتهامات من باب الابتزاز بين المعارضة وبين القوات الحكومية ينبقي على القوات الحكومية على الجهات الحكومية إنها تتصدى لهذه المهمة مهمة التحقيق في الجهات التي تقوم بنهب المتظاهرين وأن تحكم السيطرة على حركة وانتشار قواتها الأمنية وأن تحدد الجناء وتقدمهم للمحاكمات العادلة ليس هناك أحد فوق القاق هل وصلت البلاد إلى الإنفلات الأمني الكامل؟ كما وصفت وزائل التواصل الاجتماعي بالأمس يعني هناك العديد من المشاكل التي تحصل في أحياء بعض الحرطول هناك أمفلات أمني ليس هناك شك في هذه الحقيقة هناك أمارسات كثيرة جدا متحدث في الأحياء هناك حوادث حدثت اختصاب هنا بين قتل وأيضاً ونهب مارة ونهب حتى هناك حديث عن أشخاص نهب مشيعين لجنازة وتكدرت هذه الظواهر الفترة الماضية وهذه المسألة لا نفتكر أنها لا تجعلنا نجهز أو نتعامل بطريقة تشفي من الجهات الأمنية بغضل أن نستحس هذه الجهات الأمنية وأنا أتكلم عن الشرطة السودانية تحديداً المعنية بحماية المدنيين والمعنية بالأمن داخل المدن أنها توظف كل إمكانيات المتاحة وإذا كان هناك غصور توضحه وأن تكون هناك بيانات يعني في حالات كثيرة جداً الآن في حديث كثيف في وسائل التواصل اجتماعي عن تفلتات أمنية يعني ما بين مصدق ومكذب ما فيهو روايات ما فيهو روايات رسمية وروايات حقيقة ونفتكر الشرطة معنية بأنها هي طميطة اللثام عن كثير جداً من الأخبار التي تحدثت عن تفلتات أمنية في حدد من الأطراف وفي قلب حتى في غلب القرطوم الآن هناك تنشط عصابات نزعة طويلة في السلب والنهب وما إلى ذلك هذه مزاعة تضامنية أكثر من محاولة التشفي من هذا الطرف أو ذاك الأمن دمزولية الجميع يعني نحن لنظرية الموجودة الآن أنه كل شخص هو مزئول عن الأمن والأمن ليس مهمة القوات النظامية في حزب ولكن مهمتنا برضو أن نبصر هذه الجادة الأمنية إذا في قصوره أن ننبه إذا حدثت تفلتات من أطراف معنية بحماية وحيظ الأمن وأن تكون هناك حالة رصد من قبل الجهات الشرطية لما يمكن أن تتلقفه وسائل التواصل الاجتماعي وتنشره على مدى واسع أنا أفتكر أنه الآن في الأمن النفسي منعدل لأنه سيطرت على الناس حالة من الخوف وحالة من الفزع جرواء تواثر الأنباء عن حالات السلب والنهب ولذلك تتحدثت طمئن المواطن أنت مطلوب منك جهود كثيرة جدا كشرطة نتمنى أنها تنجح في أن تحقق معادة الأمن في البلاد يعني خلطة الخرطوم تحديدا نعم نتمنى ذلك أيضا دعنا ننتقل أيضا لصحيفة أخرى صحيفة الانتباهة كتبت بالبونت العريض زيادات جديدة على أسعار البنزين والجازونين طبقت محطات الوقود في الخرطوم زيادات جديدة على سعر البنزين والجازونين بلغت سعر لتر البنزين 672 جنيه مقارنة ب572 جنيه ليصل سعر الجازونين أو الجالون إلى 3024 جنيه بينما بلغت سعر لتر الجازونين إلى 642 جنيه مقارنة ب505 جنيه ليصل سعر الجالون إلى 2889 جنيه زيادات كبيرة جدا الساد محمد عبدالقدر على أسعار البنزين والجازونين ستنعكس بشكل كبير جدا على سلعة والخدمات زيادات متوالية وهي انعكست بالتأكيد على السلع وأشعلت الجحيم مجددا في حياة المواطن المسكين المغلوب على أمره هذه ثلاثة زيادات في زبور نعم في زبور واحد يا صف العبور ونعتقل أنه يعني انسحاب الدولة بالكامل عن دعم الجازونين تحديل نعتقل أنه هذا يحدث خلل كبير جدا في حياته مع عائش الناس وأحدث بالضرورة هذا الخلل والأزعار العالية الآن بالنسبة للبنزين والجازونين واضح إنها هي أسأل التأثير الكبير جدا في حياة الناس في حركة الناس في تنقل الناس في بضايع البضايع التي اشتريها المواطنون وفي كل زيادة كان بيتم إعلان عن زيادات جهيدة في الأزعار ونعتقل أنه ربما نصل مرحلة يتوقف فيها البيع تماما لأنه في الزيادة الأولى مثلا قفزت أزعار الألبان والزيوت إلى 33% ولم تتحرك كثيرا بعد الزيادة الثانية الآن نحن في الزيادة الثالثة وهذه الزيادات للأسوة التي تتم خلال الأسبوع يعني أين عقل الدولة المركزية؟ الدولة المركزية أنا أكتب أن يكون عندها عقل مركزي يؤمن احتياط مناسب بالنسبة للمواطن يعين هذا المواطن على تحمل الأعباء التي رتبتها مثلا الحرب الأوكرانية أروسية مفروضة يكون في غراءة وغرون استجعار تتشعر بالخطر يكون في خلية أزمة تتعامل مع هذا الوضع بما يلزم من استعدادات ومن إقراءات ومن محاذير ولكن للأسف الشديد نحن ظهرنا مكشوف ويمكن زمان لما تحصل الأزمة في العالم ياصف أنت بتشعر بها بعد فترة طويلة لا الآن تتخش العظم طوال الأزمة لا يوجد لحم بالنسبة لنا الآن عظمنا مكشوف ولذلك نتأثر كثيرا بما يدور حولنا في العالم والمزألة التي نحتاج لنا هي الحكومة المطالبة لنا هي تعيد النظر في ربع الدعم الكل ولي عن الوقود يعني الحكومة المطالبة لما يدوره الواطر السوداني لا يستطيع أن يصبر أكثر من ذلك لكن 27 جنيه هجالين كان الحكومة كان بتدعم كويس نقول حكومة الكيزان يعني كويس كان بتدعم كانت تدعم ذلك الهيوم بثلاثة ألف الهيوم بثلاثة ألف وأنا أعتقد أنه إذا تمت مراجعة للسياسات المدعلقة في ربع الدعم على الوقود بالذات أنا أعتقد أنه ممكن تكون في مصلحة الحكومة لأنه ما لم يحدث استغرار سياسي أو الاقتصاد ما بيحدث استغرار سياسي وكذلك أنا أفتكر أنه الارتفاع الكبير كان دكتور جبر إبراهيم تحدث عن أنه المالية ستخصص جازلين للزراعة للترحيل للحركة والنقل حينما أعلن الزيادة الأولى هذا الأمر لم يحدث وتوالد بعد ذلك أربع زيادات فحتى بالنسبة للجازلين أنا أفتكر أنه هذه الزيادات هي أكبر مهدد أو خطر على الحكومة لأنه الآن حتى الأطراف التي تحرك المواكب أصبحت تركز على الأوضاع الاقتصادية ونقبل طبعا لفت نظري شعار ضاقت يعني خلاص ضاقت التي أعلنتها لجان المقاومة كشعار لأحد المواكب هي ما ضاقت الليلة هي ما ضاقت اليوم نفتكر أنه بلغت الروح الحلقومي الآن ولم يعد رزع المواطن السوداني تحمل أكثر من ما يحدث الآن نعم لن يصبر المواطن السوداني لن يستطيع أن يصبر المواطن السوداني الحكومة عليها تتدبر أمرها وتحاول أن تعالج هذا الانفلات في أزعار الخبز وفي أزعار الكهرباء وإلا فإن النتيجة ستكون كارثية على الدولة وعلى الحكومة وعلى المجتمع نعم سيدنا أيوب صبر على مرضه ونادى ربه أني مسان الضر كان عشرين عاما فقط الآن المواطن السوداني يعني 32 سنة صحيح يصبر الآن ولن يستطيع الأزمة هي زمان زي ما تقولي الشباب كان يجازف لكن صعب الآن صعب أنك تحتمد لك 6 ألف يوميا للوقود وتحتمد لك 50 ألف شهريا للكهرباء وتحتمد لك 30 ألف شهريا للخبز وده غير الفواتير والمدارس والعلاج وأطفال الجامعات لحكي ما في شخص نعتقل لنا في مقدوره الآن أنه يتحمل هذا العبء الاقتصادي نعم نعم هم المقتدرين هم المقتدرين هم أصحاب الأموال وصحاب أسر الأموال وهما الطبقات التي كانت تعيش في طرف يعني إذا لمشأت الآن المدن أو مناطق مثل العمارات والرياض ما في ناس الناس كلها الآن بدأت تهاجر القاهرة تستغبل ملايين الأسر السودانية تركيا تستغبل ملايين الأسر السودانية ولسه لذلك أنا أعتقد أن هذه الناس عندهم يعني أصول باعوها وصيلوها وطلعوها وتركوا يعني من لا يملك قوت يومه الآن هو موجود أو يصطلي بهذا الجحيم هذا الجحيم الذي ينبغي أن تلتكت إليه نعم الحكومة 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 ما حسن للناس يا أصير هذه إذا كانت هذه الأخبار السياسية سننتقل أيضا للهزائم مستاذ محمد عبدالقادر برضو هزائم على الأخبار الرياضية والهلال يسقط أمام صندونز بروعية مقابل هدفين في دور الأبطال خسر الهلال بنتيجة عارضة أمام ضيف الجنوب أفريقي صندونز بهدفين لأربعة أهداف عصر أمس السبت في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا سجل لصندونز بيتر وموكوينا بجانب ثنائية مورينا وأحرز ثنائية الهلال كل من ياسر مزمل وعثمان مختار ورفع صندونز رصيده إلى ثلاثة عشر نقطة وضمن الصدارة في المجموعة الأولى بينما تجمد رصيد الهلال عند أربع نقاط يعني خسارة كبيرة جدا بالإلال السوداني أستاذ محمد عبدالقادر بجانب ما يحدث في البلاد لا شيء يدعو للسعادة والله يا أخي نحن لم نغادر مربع الهزيم مكتوب علينا أن نحن من هزيمة إلى أخرى سياسياً واقتصادياً أمنياً ورياضياً وحقيقة النتيجة الحقيقة لهذا المبارة كان نتيجة مخيبة للآمال وكان نتيجة غريبة جداً لأن استعدادة جمهورة بتابعة المبارة كان أفضل من استعداد لاعبية الهلال لاعبية الهلال كانوا سارحين جداً في هذه المبارة ويا أخي أنت إذا ما أعانتك مهاراتك الفردية وتميزك لا يبكورة على أقل ينبغي أن يكون في حرة قلب يعني يعني سلائناً المشهورين بأنهم قلبون حار حتى هذا القلب الحار بات يعني أصبح بارداً الآن يا صيف الغبور في الكرة المبارح هذه يعني للأسف الشديد أخطاء قاتلة أخطاء في التمركز واخطاء في التمرير وأخطاء أنا أعتقد أنها هي لا يمكن أن يتكبها حتى المبتدئين في كرة القدم يعني الثلاثة هدفة دخلت نعم تعتقد هذه أسباب نفسية أصبح الهلال أنا أرى أن الهلال كان بعيداً عن جون ووارا أنا لا أدري الأسباب لكن الهلال كان بعيداً عن جون ووارا تماماً وجزء من أهداف الدخلت المرمضي كان حالاً سريحاً يتأثر أيضاً اللاعبون بما يحدث في بلدان والله أنا ما ميال لرط هذه المزالة لأنه شفت المنتخب الفلسطيني يلعب كيف والسوريين يلعب كيف وكذا يعني لما الهلال لما تلقى الهزايم في الدوحة كان في فروق ما عندها دول ذات كان يلعب كويس لكن أنا أفتكر في مشكلة في اللاعب السوداني اللاعب السوداني هو ما لاعب نهايات أصلاً لا يجد النهايات وهو ما يلتزم دائماً بالتكتيك في حالة سرحان هناك في لحظة كده بتكون بتكون برا الشبكة أنا ما عارب دي ممكن تكون ملازمة للشخصية السودانية كلنا عندنا الحكاية دي لا ممكن الهموم يعني أنا أفتكر أن الهلال المبارح ما كان في يومه ولكن هي كرة القدم يعني وصند آونز فريغ محترم فريغ محترم جداً وأمتعنا صراحةً في هذه المبارة وكان بيصنع أهداف من أنصاف الفرص ونقول أن الهلال لسه عنده فرصة إذا حزم الأهل المصري في القاهرة ونتمنى أن يوفق الهلال يعني ما زال الهلال في المنافسة نعم نتمنى ذلك أيضاً دعنا ننتقل أيضاً لعنوان آخر على الأخبار الرياضية المريخ يقيل لكلاريك ويكلف إبراهوما حذو قال مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة حازم مصطفى المدير الفنية الإنجليزي لكلاريك ومدرب الأحمال المصري إسلام جمال ذلك بعد أربع ساعات من خسارة الفريق أمام الأهل المصري ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا هذا وأعلن حازم مصطفى قرار إقالة لكلاريك وإسلام جمال على صفحته في فيسبوك ثم أرضف الإقالة بقرار آخر أعلن فيه تكليف المدرب العام إبراهوما والذي كان قد تخلف عن السفر مع بعثة الفريق إلى مصر بسبب وفاة والدته كيف تقرأ هذا الخبر في إقالة لكلاريك حازم مصطفى لإقالته لكلاريك وأيضا تكليف إبراهوما طبعا خالص العزال الكابتن الصديق العزيز إبراهوما في وفاة والدته نظر الله سبحانه وتعالى أن تقبل الغبال الحسن أمين وأنا أفتكر رأيك رأي شخصي أنا أفتكر أنه أفضل المدري المرة على المريخ رأي شخصي أنا أفتكر أنه فريق الآن يعني فيه بصمة وفيه توليفة وعنده تكنيك وفيه روح يعني أنا هلالي لكن أنا أفتكر أن المريخ قدم خلال فترة الماضية ومباريات كانت واضحة فيها بصمة المدرب وطبعا كالعادة دائما المدربون هم الضحايا لكن عليك الله ياسف أسف الكرة التي قطعت من صلاح نمر دي يعني ما زنب المدرب يعني في مثل هذا الهدف أنا أعتقد أنه ده غار متعجل وكان ينبغي الصبر على المدرب في مجموعة من لعبين مريخ ما في مستوى ما في مستوى الفريق ما في مستوى المنافسة كان ينبغي بالشب ولكن في كرة القدم دائما يكون الضحايا هم المدربون ولكن بصفة شخصية كرأي شخص أعتقد أنه من أميز المدربين المروا على فريق البريق إذن أستاذ محمد عبد القادر يمكن وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج بل بونت العليل شكرا لك أستاذ محمد عبد القادر على هذا التحليل السياسي والرياضي وشكرا لحضورك اليوم شكرا يا صيف شكرا لك وشكرا للمشاهدين نحن نحتزل نعم على الأخبار السيئة ما حللنا لدينا أخبار جيدة ولكن طبعا الإعلام هو نعكاس لواقع الحياة إن شاء الله الأسبوع الجاي يكون في الأخبار إذن أسف على هذه الأخبار ولكن هذا هو وضع البلاد مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج بل بونت العريض شكرا لحسن متابعتكم مشاهدينا إلى اللقاء